أو شيء نستخدم كلمة ورم هو عبارة عن وصف عام لأي كتلة أو أي حاجة أو خلايا نشوفها بس هي مش وصف دقيق عمليات المناظير قطعت شوط كبير جداً في الأورام النسائية كلما كان الورم في المرحلة الأولى أو الثانية خلينا نقول يكون عادة نمتفي في العملية فقط تقريباً 25% أو 20% من المرضى اللي بيجون العيادات بيكون عندهم ورم حميد والأورام الحميدة هي صحيح أن اسمها حميدة بس كمان يختلف إذا كان الحجم مرة كبير ومؤثر على حياة المرأة اليومية هذا ما يعتبر مرأة حميدة هذا يعتبر أن المرأة لازم تأخذ لقرار جراحي عشان ينشأل أسعد الله وقاتكم وكل خير ومستمعين ومشاهدين الكرام حياكم الله معنا في حلقة جديدة من الموسم الثاني من بودكاست ملفات طبيب المقدم من السعود الألماني الصحية اليوم راح نتطرق لمواضيع مثيرة للاهتمام وأحيانا للجدل في عالم الرعاية الصحية الحديثة أكيد لما نسمع كلمة ورم نشعر بالخوف أسئلة كثيرة نفكر فيها هل هو حميد أو خبيث؟ كم حجمه؟ وكم صار له هذا الورم؟ وهذا أكيد تعتبر ردة فعل طبيعية أو مخاوف طبيعية بالنسبة للإنسان اليوم راح نطرح سؤال يمكن يغير نظرتنا لهذه الأمراض إذا ما هو اليوم في المستقبل بإذن الله القريب بإذن الله تعالى لكن خلنا نقول هل يمكن لكلمة ورم أن تفقد تأثيرها المخيف؟ طبعا هذا السؤال إن شاء الله راح نلقى إيجابتها مع ضيفتنا لهذه الحلقة ولكن في العصر أو في هذا العصر مع التقدم الطبي الكبير اللي جاز يحقق قفزات هائلة بدعة الأمراض اللي كانت تعتبر في يوم الأيام مخيفة تتحول إلى تحديات قابلة لعلاجه اليوم راح نناقش كيف تغير طرق التشخيص والعلاج للأورام سواء كانت الحميدة أو السرطانية بفضل الله ثم بالتقنيات مثل الجراحة التنظيرية اللي تزيد من فرص الشفاء وتقلل من المخاوف ضيفتنا اليوم راح تشاركنا رؤيتها حول الإبتكارات في علاج الأورام وكيف أصبحت هذه المعارك الصحية مخيفة أقل مما كانت في فترة سابقة الحديث عن هذا الموضوع معنا الدكتورة زينة بالطلال استشارية أمراض النساء والتوليد في المستشفى السعودي الألماني بالدمام والحاصلة على شهادة البورد السعودي والزمالة الكندية في أورام النساء هلو سهلا فيك دكتورة وسعيدي بالطلال هلو سهلا الله يحييك بدايتنا دائما في كل حلقة مع كل ضيف نبدأ يعني عن حياة المهنية وكيف بدأ وكيف اختار هذا التخص اختياري صراحة للمهنة هذه كان لأنه الشيء اللي كنت أنا بحققه صراحة في حياة المهنية كلها أنه يكون مناصرة للمرأة هذا كان الهدف هذا كان الهدف الأساسي طيب بالنسبة للبداية خلني نتكلم عن بدايتك في هذا المجال بدايتي كانت زي أي أحد دخل لكلية الطب وكان الفكرة أنه هو داخل لشان يعالج المرضى ويساعدهم أفكورس هذا سبب نبيل للكل أكيد طبعا بس أنه كانت عيني من أول على تخصص النساء صراحة وما كان عندي أي تردد جدا في أي حاجة أنه بعد ما أخلص سنة الانتياز أنه أنا حتوجه لهذا التخصص جمي طيب دكتور خل نبدأ في موضوعنا مباشرة والسؤال اللي طرحت قبل شوية في المقدمة فيما يخص المخاوف هل ممكن تقل خلال السنوات القادمة مع تطور الطب أكيد أو شيء نستخدم كلمة ورم هو عبارة عن وصف عام لأي كتلة أو أي حاجة أو خلايا نشوفها بس هي مش وصف دقيق فداما أنا أشرح لمرضاين الورم عبارة عن نوعين هو يا ما ورم يكون حميد ولا ورم غير حميد سوى عادة إذا جتنا مريضة في هذا الوصف نقولها الموضوع مرة سهل وهو وصف عام جدا نحتاج نعمل تحليل وأشعاعات زيادة ونأخذها من هذا المأخذ صراحة نأخذها حبة حبة ما نشرح للمريضة كل حاجة في نفس الجلسة جميل بني أجيب عن التعامل في جزء آخر مع المريض ولكن خلينا نتكلم على مستوى التطور يعني إحنا لما نتحدث مثلا في كل مجال التقنية لها دور كبير في التطور أي أي عمل فمن بالك في الطب يعني أصبح التقنية لها دور كبير فيها في هذا المجال وين وصلتوا وتحديدا في المناظر هو صراحة إلى الآن يعني من 2013 لحد الآن عمليات المناظر هي صارت أشهر شيء موجودة الآن في العمليات الجراحية على جميع التخصصات على فكرة بالنسبة لتخصص النساء والتوليد في تخصص النساء تحديدا يعني معظم العمليات تنعمل عن طريق المناظر سواء مناظر البطن ولا مناظر من تحت ريجارلس يكون حميد ولا خبيث من غير تطرق لهذا المجال بس أنه عمليات المناظر يعني قطعت شوت كبير جدا في الأورام النسائية صارت المرأة تجي من غير شك بطن تجي تعمل عملية ريكوبري حق العملية يكون أسهل لها بكثير منه عمليات الفتح طبعا الحين عمليات الفتح الوحيدة أنا داما ما أقول لها مرضاي عمليات الفتح الوحيدة اللي ترضي فيها هي عمليات قيصرية غير كذا يكون يعني في مجال للأخذ والعطاء معظم الناس الحين صارت المناظر يعني شيء أساسي في تخريج أي طبيب جراح سواء من سواء التوليد أو غيره جميل دكتورة أنت خلال مسيرتك يعني وفي العيادة كيف لمستي الوعي عند المرأة في هذا الموضوع في الناحية الكشف المبكر عن الأورام ما قاعد أشوف أنه مثلا مثل الحملات توعوية كبيرة هل في استجابة من قبل المرأة لهذا الموضوع في ناس تجي بشكل مستمر دوري متابعة وكشف يعني لو تسألني كيف الدنيا من أول ما جيت من كندا لحد الآن في فرق كبير يعني ما شاء الله الوعي عند المرضى صار مار رعالي وكلها عشان يعني أتوقع أنه زملائنا اللي موددين في الرعاية الأولية أو في المستوصفات وكمان زي ما قلنا بالحملات اللي تسويها الحكومة والمصفات عموما عشان الأمراض الأورام عموما سواء الخبيثة ولا الحميدة في كثير صار في وعي للشاب هي بتجي يما بنتها جايبتها يما أختها قيلت لها أو جارتها سار لها فالناس تجي تسألك عن أيش نقدر نعمل وقاية أو اكتشاف مبكر لهذا النوع من الأورام اللي الحين صارت مشهورة منها الأورام صراطان عنق الرحم صراطان المبايض صراطان الرحم هذه الأشياء الليها علاقة في تخصصي في ناس كثير بتجي تسأل عنها وحابة أنها تبتدي المتابعة حتى على مستوى النتائج في حال لا قدر الله كان فيه ورم نتائج الشفاء منها يكون أكبر طبعا كلما كان الورم في مرحلة في مرحلة أولى أو الثانية خلينا نقول يعني عادة أنه نكتفي في العملية فقط ويكون الاستئصار يكون كامل المريضة بعدين يأخذ يما شيء بسيط كيماوي أو شيء بسيط إشعاعي اعتمد على حسب الورم اللي عند المريضة بس في الأخير كلما اكتشفنا من بكر كلما كان التداعيات والمرضة عندنا أقل بكثير جميل طيب دكتور خلينا نتكلم يعني في بعض الحالات اللي ممكن تكون يعني اسمها مخيف ولكنها وشائعة برضو بنفس الوقت لكن عكس لهذه صحيح نحن مثلا من الأشياء الشائعة جدا عندنا ليجون العيادة شيئين دائما بسأله عن عنق الرحم سرطانة عنق الرحم والفيروس الحليمي والشيء الثاني هو السرطان الرحم طيب وكذلك الممكن الورم اللي فيه توقع اللي هو الورم اللي فيه هو ورام حميدة أي حميدة ومن تقريبا يعني نحن بقول تقريبا 25% و20% من المرضى اللي بيجون العيادات بيكون عندهم ورام حميد والورام الحميدة يعني هي صحيح ان اسمها حميدة بس كمان يختلف تاجم تابع إذا كان الحجم من ركبي ومأثر على حياة المرضى اليومية هذا ما يعتبر ورام حميد هذا يعتبر أن المرضى لازم تأخذ لقرار جراحي عشان ينشال وهل ممكن يعود إذا كان حميد يعود بعد الزالة يس فيه تقريبا أقل من 20% تقريبا من المرضى يمكن يرجع لهم بعد العيادة يكون النقاش في العيادة يكون نسأل المرأة كم عندك أطفال وكم نامي يجيبين وكم عمرها هل هو كثير متعبها ولا لا وكمان على حسب موقعه هذا الشكل لنا ندخل فيها في التسكشن مع المريضة وهي في الأخير تختار إشيء اللي أنساب لها يعني ما عاد نقول للمريض الآن ما في مريض هو الدكتور ما يقول للمريض لا ما نعمل لك عندنا خيارات والخيارات هذه على حسب المرضى توازنها بحياتها اليومية فشي ثاني اللي ناصر عندها وعي كثير اللي هو الفيروس الحليمي وعلاقته بسرطنات عمق الرح هو كويس ومش كويس الوعي الكبير هذا خلت الناس تيجي كثير للعيادة وتسأل عن العيادات المتخصصة في مناظر عمق الرح بس كمان زي البانك بين المراجعات هو طبعا الوعي شيء جدا مهم الفيروس الحليمي وتغيرات في عمق الرحم عشان في الأخير نقول وصلت لأورام غير حميدة ياخد لها فترة طويلة فأنا أول شيء بقول للمريضة أنه ترى هو ياخد فترة طويلة على ما يسوي التغيرات وبعدين هو دائما كمان أشبه للمراجعات أقول لهم سرطان سوري الأورام في عنق الرحم والأورام في الرحم من الأورام الكويسة جدا لأنها على طول بتقول لك أنا عندي مشكلة تبين يعني نحن دائما يقولون أن العمق الرحم أعضاء جدا ذكية إذا فيها حاجة ستنزف فعادة المراجعة تأتي خايفة أنه مثلا كان عندها اكتشفوا أنه عندها فيروس حليمي وجيني يكون خايفة من أنه يكون عندها ورم بس أقول لهم لا الاكتشاف كويس المراجعة مرة مهمة بس دون بحانك ترى هو ياخد هو فيروس صحيح أنه يسبب أورام غير حميدة في عنق الرحم سيأخذ فترة طويلة فالمرة عندها وقت طويل تراجع وتشوف تتكلم مع دكتورتها لمن في الأخير نقرر إيش بنسوي يكون الإلاج النهائي له طيب دكتورة يعني خلينا نتكلم يعني ممكن اللي تابعنا الآن يعني يعني يحب يسمع القصص اللي يكون فيها تفاعل كبير أقد مرة عندك حالات كثيرة مثلها أنا مؤخرا كان عندي حالة مريضة كان جيتني من دولة عربية ثانية ممتاز وكانت المريضة صغيرة لسه وما بدت ولسه ما تزوجت ولا جاها أطفال فجأتني بعد كذب دكتور راحت له أنه كان عندها أورام متعددة أورام ليفية متعددة وكان يمكن أكبر واحد تقريبا 17 كانوا تقريبا 5 أو 6 أورام وحجمهم مرة كبير فكانت جاية لأنه مرت على دكاترة كثير وكلهم قالوا منفتح في احتمال النشكل الرحم وشاء زي كذا الحمد لله المريضة عملناها لها العملية عن طريق المنظار قد حصغيرها القد وإن شاء الله الأورام اللي فيها وكانت جدا مبسوطة هي مريضة جدا ومريضة ومريضة فكانت مرة مبسوطة بالنتيجة العملية الحمد لله مضطريني نفتح البطن وغير أنه رجعت خلال أويك كان يراجع مرهزين وكانت تقول لي متى برجع الشغل وشيوز بري بوزيتم فهذا كان من الأشياء اللي مرة حلوة من الأشياء كمان اللي مرة حلوة تصير لي في إذا كان مثلا هو ورم غير حميد وتجي المريضة وهي وعيالها وكونك القنين جدا فهي من كرم رب العالمين الحمد لله أنا يمكن مرضا يعرف عني أن أنا جدا شفافة معهم راضح فأنا بقول لها إيش الأشياء ويمكن وكل أخذها في الجرني كلها فبعد ما تطلع النتيجة ونكون الحمد لله هل نصلح دكتور ولا قدع كلامك أن يكون واضح الطبيب مع المريض بعضهم الشفافية لا الشفافية شيء وأن تكون هارش مع المريض الشفافية لأن هذه أمانة من رب العالمين هي يمكن تبغى توصي يمكن على هدين يمكن على شيء حرام تقول لها تصير بدمة أنا أنه أنا ما أبقى أقول لها أنه أنت ترى عندك فرم خبيض صح لا أنا دائما أنا ما أستطيع أنا دائما أنا دائما أقول لما رضاي في خلايا غير طبيعية وهذا خلايا غير طبيعية تحتاج جراحة واحتمال تقنين كيماوي بعد فالمريض كذا يفهم أنه هذه خلايا غير حامدة وهو يدخل على طول في الجو وأنا صراحة من تجربتي بشوف المرضى يعني رب العالمين سبحان الله أنه كيف ينزل السكين على هذا الشخص اللي حوالين كلهم ينهاروا بس سبحان الله من تقول لها الخبر هي عارفة من غير ما أدخل في ديتيال تقول لها عارفة فهي تكون سبحان الله ربنا يعني ربنا مقويها الباقين هما اللي يكونوا المساكين ينهارون بس يعني هذا هذا الشعور أنه أنت عملتي فهمت الميضة اللي عندها same time كنت حنونة عليها فهذا يخلي التجربة كلها positive ممكن تكون علاقتهم معك مختلف الحمد لله هو يعني كرم من رب العالمين يعني أنا علاقتي بمرضاي الحمد لله الحمد لله جدا حلوة جميل دكتورة كلمة خيرة يعني من كلامك يعني أنه الحمد لله في نسب على مستوى الشفاء كبيرة جدا فلذلك يعني ما يعني نبالغ في الموضوع وفي أنه نخاف كثير من المرض وأنه يعني ناخذ خطوة ونقابل الدكتور ونشوف الحالة ونعالجها أنا دايما مرضاي يعرف عن هذه الكلمة أنا دايما أثق في الصوت الداخلي بس لا تطن صوتك الداخلي صوتك الداخلي إذا قال عندك شيء غلط روح لدكتورة النساء ترى هو فحص سريري بسيط أو سنار بسيط أو مسح من عنق الرحم فهذه كلها ترخص لأورام سواء الحميدة أو غير الحميدة عند المرأة فهذا شيء مر مهم أن يكون عندك وعي وانتي تسمعي لجسدك جسدنا أمانة عندنا وفي الأخير سواء أنه الواحد اكتشف في البداية أو في مراحل المتطورة لسه العلم تطور جدا في هذه الأشياء ونحن أسباب وإن شاء الله ربنا يكتب لجميع المسلمين إن شاء الله يكون سببا في شفاءهم إن شاء الله يا دكتور شكرا لك شكرا لتواجدك معنا في الحلقة استمتعت كثير شكرا لك إذن مستمعي الكرام ومشاهدين الكرام أيضا طبعا انتهت حلقتنا في هذا اليوم يعطيكم العافية وأكيد الشكر لدكتور زينة بطلال استشارية أمراض النساء والتوليد في المستشفى السعودي الألماني بالدمام ونأمل إن شاء الله يكون هذا النقاش ألهمكم وزادة من ثقتكم في العلوم الطبية التي تواصل تحسين حياة الناس يوم بعد يوم ملف طبيب جديد ينتظرنا قريبا بإذن الله تعالى نرعاكم كأهالينا في أمال ترجمة نانسي قنقر